السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هنال شاء الله سنتحدث على نظام التربية الأرضية للأنب يعني نتحدث على الإيجابيات والسلبيات أولا نتحدث عن الإيجابيات أولا نقطة الأولى وهي أن التربية على الأرض غير مكلفة وسهلة يعني على عكس الأقفاص هذه هي أول خطوة أول نقطة عفهم ثانية نقطة أن الأرنب صحيا كيكون أكثر صحة وحيوية من الأقفاص يعني التربية الأرضية كتكون لأنه يتحرك في الأرض بزاف كي يجري كيلعب وهذا كل اللعب كي أدي أن العضلة دياله كيوليو شداد وكتكون عنده المناعة أما في الأقفاص كي يظل الأرنب يعني خامل فتصير له بعض المشاكل ومنها التأخر في الولادة يعني الأنثى ما تتأخر في الولادة السبب هو عدم الحركة وفي بعض الأحيان يصير تحجر الفراخ يعني الصغار أو الأجنة داخل بطن الأنثى هذا الشيء إحنا تحدثنا على الإيجابية دبا نتحدثه على السلبية فأهمها يعني أهم سلبية عدم التحكم في عدد الظكور يعني إذا كان عدد الظكور البالغين كثير أو حتى يعني على الأقل يكونوا ذكارين فسوف يتقاتلان هذه يعني بتجريبة جوج دوكور كينين في المكان وجوج دوكور بالغين كيتقاتلوا بعضياتهم واحد كيقتلوا واحد وبالتالي يجب ترك ذكر واحد فقط مع الإيناث ولكن النتيجة ستكون أنه ما يمكنش أنه غدي يلقح كل الأمهات يعني خسنا نعزلوه في واحد الجهة ببعده يعني وصلنا لقاعدية دي للأقفاص يعني منين بقينا كان نشوفوا سمو خسنا نديرو خسنا نوصلوا للنقطة أننا خسنا نديرو الأقفاص واحد النقطة التانية وهي ممكن أن يدخل أحد الذكور إلى بيت الأنثى يعني بيت الولادة ديالها ويبغي يلقحها لأنها كتكون في الذروة ديالها والخصوبة ديالها كتكون مرتفعة جدا بعد الولادة مباشرة فممكن أنه يطلع فوق الأنثى يعني كيبغي يلقحها يتزاوج معها سمو كيوقع أنه كيضهس هادوك الصغار وتهيح تهيح كتكون كتقد تخبط في القفاص ستخبط واحد شوية لأن الطريقة ديال الولادة ما كتكون سهلة كتكون تحسوا هو يتبعها كتجري تخيلوا أن هاد العملية تمت وكينين الصغار إلا كينين الصغار سوف يكونوا متأكدين أنه غادي يرفسوا هادوك الصغار وغادي يموتوا يعني اللي يكونوا عدل الحيمات غادي يموتوا 100% كين عوثاني نقطة أخرى وهي ممكن أنه شيء أنثى تكون شاريسة وتدخل على الصغار يعني شيء هادي مئة بالمئة إذا كانت أنثى وحدة أخرى يعني شاريسة ودخلت على الصغار اسمو غادي تدير لهم غادي تاكلهم غادي تاكلهم هادي ممكن أنه يعني الأغلبية دي الناس تكون مطراتهم شاء القضية أن الأنثى كتتاكل الصغار ديالها تتكون شاريسة إلا مشا تتاكل شيء صغار ديال الأنثى أخرى كونوا متأكدين أنها غادي تاكلهم ببساطة أو ممكن أنها عادي فكرة أخرى أن الأم ديال هادوك الصغار outdated يدافع على الصغار ديالها اسمو غادي تدير T taxi تقاتل مع هادي الأنثى لين عند دخلتعليهم على الصغار ديالها اسمو غادي تدير هي ذات تقاتل معها حمايتا للصغار ديالها مني على التطبيق تتمكنها ثم غادي تتقاتل هي وicedها وحدة غادي تقسلها واحدة مئة في المئة ، أو واحدة غادي تقسلها واحدة أقب أد由 أود وهي من الله يعني في التربية الأرضية لا يمكن معرفة وقت تلقيح أنثى وأيضاً لا يمكن معرفة وقت ولادتها يعني تخيلوا عاطهم واحد المساحة ذاك الشي ما كتعرفوش فوقش تلقحت فوقش تلع فوق منها الذاكر مخشيين في واحد بنيو جوجيا جورات تربية الألاني برخصها تكون عندها دوابات مشي تكون على الله وكل شيء على الله ولكن طالعاً أعطانينا واحد العقل باش نفكروا به باش نكون الحاجة نعطيها حقها إذن هذه نقطة بقت واحد نقطة أخيرة وهي الأهم هو الأهم في السلبيات ديال تربية الألاني وهي نقطة الجارب كنوا متأكدين أن تربية الأرضية ضروري ما يكون عندكم حالات ديال الجارب رغم التنظيف وخي يكون عندكم التنظيف إي لم شوتا فزقو الألاني أو وسخو وذك شي علق لهم في الأرجل ديالهم لأن ما بي الأرجل كينا وحد الفراغات إي لم شوتا لسقو تمامايا ذاك العاليقة يعني نقوله علقت واحد لوسخ وبقى تمامايا ما تحييرش يشوفوا هنايا عكس الكيجان يعني الأقفاص شو شو سمورة الوسخ مين كي يطاح يعني كي يطاح في واحد لميكة لتحت أنتوما أنتوما إلي كاتب لكم أنا أنا غن نوضحها لكم زيانا أنتوما كي هنا واحد لميكة من تحت هايا ومتقوبة دقوبة واحدة يعني القفاص كامل ها هو أي أي واحد من هاد الأنانب يعني الفضلات ديالو عزكم الله اسموك كي يوقع لها كلها كتطح و كتمشي النفس تقب ها هو كتمشي وكتمشي لواحد تقب مربع صغير لأن المي ك مديرب واحد تريقة مائلة أي الوسخ كيمشي كيهود لتحتي يعني ما كيبقاش عالق لهم في يعني في الأرجل ديالهم أن الأقفاص هنتم ما بين السلك والسلك كينوا واحد الفارغ هذا الوسخ كيطيح ما كيبقاش لاصبهم في رجليهم هذا هو المشكلة ديال الجارب إلا لحتوا معي أن في الموضوع هذا كيمشي البيات ديال التربية الأرضية أكثر من الإيجابيات يعني أن التربية في الأقفاص تبقى دائما هي المنتصرة في تربية الآن التربية في الأقفاص كتخلموا لها يعني ما يضرب الشمارع في التنظيف إنك يكون طاس واحدة هو بانيو أي عبارة عن بانيو كل شيء دك الشيكي جمع يطيح في البانيو يعني بما فيها الأوسخ أو الماء ديالهم هذا البانيو ممكن أنك تتخلص منه في واحد المدة ديال خمس أيام مثلا وهذا الميكا تصفرها كتبقان فيكسيا هنتم مرى ميكا زرقة هيا رنجير ميكا زرقة هنتم رنبي لكم زيان هنتم ميكا زرقة كتعلقوها بأي طريقة مشي مشكلة أنها تكون غيخصة تكون مائلة وعندها تقب واحد في الواسط هذا التقب هو كله كيبقى يأدي الواحد الإيناء أو بانيو أي حاجة درتوها لتحت وخمس أيام ديال التنظيف وأنتم مربحتوها وفي نفس الوقت يعني هذك الأمراض اللي قدي تصيبهم ما ممكن تصيبهم مش وهي الجارب ومعروف الجارب هو اللي التربية ديال الأرضية الجارب أي واحد عنده التربية الأرضية إلا وكي تصرف مع حالات ديال الجارب إلا كنتظن أني وضحت جعل النقاط في هذا الموضوع ديال التربية الأرضية إلا السلبيات أكثر من الإنجابيات الناس لي ما زال ما شاركوش معانا يشاركوا معانا قانات غاديب الدعم ديالكم كان شكركم بزاف عن التعاليق طيبة ديالكم كان رحب بكم أي تعاليق أنا أراها الإشارة كنشكركم بزاف الناس ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زر جام باش تساندونا وتزيدوا القدام وتكيو على زر الجرس كي يصريكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة